محاكمة تاريخية ثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقد بتى فيها مجلس الشيوخ دونالد ترامب بري قرار جاء موافقا للتوقعات بعدم إدانته بتحمة التحريض على العسيان لكن تبعاته تبدو كبيرة على أمريكا فرغم انتصار ترامب بدعم حزبه له كشفت المحاكمة عن انقسام حاد داخل الكونغرس وعن انشقاق داخل الحزب الجمهوري الذي صوت سبعة من نوابه ضد ترامب المحاكمة انتهت بنصر لترامب لكن ليس بنظر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونل الذي ظل يعتبر ترامب مسؤولا عن هجوم الكابيتل الذي وقع في السادس من يناير لا يوجد اشتراف أن ترامب يستطيع ومعاقية ومعاقية لتعرف على حدثات اليوم لا يوجد اشتراف تصريحات مكونل لم تكن كافية بنظر رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي ووضعتها في إطار الخطاب المخادع على حد وصفها لتشمله في هجومها على أعضاء في مجلس الشيوخ وصفتهم بالجبناء نظر في المنزل نظر في المنزل نظر في المنزل نظر في مجلسّ أكثر من أجل الساعة وظلّهم في مجلس النواب المفارقة أن مكانل الذي اعتبر ترامب مسؤولا عن اقتحام الكابيتل لم يصوت لصالح إدانته كانه لم يعد في منصبه وبرر موقفه بتفسيره للمادة الثانية من القسم الرابع للدستور الذي ينص على عزل الخاضعين للمساءلة والإدانة من مناصبهم في حالة إدانتهم